سنبدأ أولا بما سنقرأه اليوم مثلا نحن الآن أو بعد قليل سنبدأ من أواسط سورة النازعات القارئ معه من الجمل ما يلي واحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه جملة البسملة دي الجملة الثانية والقارئ مخير أن يأتي بها أو لا يأتي تاني كده وخلي بالك معايا عاشي احنا قلنا الإجابة إجمالا بين السورتين ثلاثة إجمالا أثناء السورة ستة طيب ستة جمع إزاي فأمشي معايا واحدة واحدة كده بالراحة يبقى أنت معاك استعاذة دي أول جملة تمام أخي الكريم؟ نعم شيخاني أو الجملة دية ما فيش فيها نقاش الجملة الثانية وهي أي أخي الكريم؟ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة يجوز للقارئ أن يأتي بها ويجوز للقارئ أن لا يأتي بها أن لا يقرأها نعم معايا كده؟ نعم شيخاني ورقم ثلاثة الآية التي سأبدأ بها اليوم مثلا معي اذهب إلى فرعون إنه طبا يبقى كده معايا كم جملة ثلاث جمل جميل الثلاثة فيهم اتنين ثبتين معاه نعم وفيهم جملة أنا مخير أن أقرأها أو لا أقرأها طيب هنخليها البسملة فهقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طبا كده سمعت مني إيه أخويا الكريم تعال كده نحل اللي احنا قلناه قلت أول جملة الاستعاذة نعم وقفت نعم وخدت نفس نعم وقلت الجملة الثانية وهي البسملة وأخذت نفس وبدأت بالجملة التي معي أو بالآية التي سأبدأ بها اليوم كده أنا قطعت الاستعاذة عن بسم الله الرحمن الرحيم عن اذهب إلى فرعون إنه طبا اللي هي آية اليوم ده كده رقم كام واحد نعم ده أول وجه نعم احنا قلنا في الوسط إجملا كام ست يعني وسط يعني أثناء السورة نعم كده أدي أول واحد من هذه لإيه ست الست على وجود إيه البسملة وجود البسملة نعم تمام طيب الوجه الثاني أن تصل هذه الجمل الثلاث ببعضها البعض عمليا إزاي يعني كده بس قبل ما تطبق ده لازم تاخد نفس عميق الأول وتكون متجهز لي كده يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب لا ما ينفعش الرحيم اذهب إلى يبقى وانا بوصل لما قلت الأول خطأ وصلحت في التاني ليه عشان أراعي الحكم الذي سيأتي معي عند الوصل ليه لأن كثير منا حينما يصل يخطئ مثل هذا الخطأ فيقول الرحيم اذهب ده أنا بتكلم قدرا معي في آية اليوم نعم شيخا فافترضت أن أحدا سيطبق الوجه الثاني وهو وصل جميع الجمل الثلاث نعم فممكن يوصل الاستعاذة عشان سمحها قبل كده بالبسملة صح ييجي عندي كلمة الرحيم حينما يصلها بكلمة اذهب يخطئ ويحول همز الوصل إلى همز قطع يبقى كده أنا عندي الوجه الثاني عملت ايه وصلت الجميع وصلت الاستعاذة بالبسملة بأول آية ومراعي الأحكام التي ينبغي أن تراعى في الآية كده أخدنا كم وجه وجه هين فضل جميل فضل كده لسه كم وجه أربعة ناخدهم بعد إن شاء الله إن شاء الله يا شيخ